أصدقائي المستمعين أصغائي المشاهدين في كل مكان أهلا بكم ويسعدنا يكون معنا نعارضة صديقنا الجميل محمد حمودي وهيكلمنا عن الحدث القادم الأحداث والفعاليات العراقية الجميلة التي تعكس حضارة الرفيدين أهلا من أستاذ محمد حمودي أهلا وسهلا بك أبطالد وأنا سنعين جميعا كلمنا سيني عن الفعالية إمتى وإيه أهم الخطوط وإيه أهم الفعاليات اللي هتكون فيها نحن طبعا نشرفونا يوم الأحد اثنين كورتين يعني هذا الأحد القادم من ساعة 12 إلى ساعة 8 ساعة مهرجان بلاد ما بين نهرين في سبيتين فيستيبل عامل مثل البزار مع مهرجان غيناعي وموسيقي وفليفلوري وتراثي ومشاركين معنا من أدى الدول أنا همها مطر على رأسها هي التراث المطري الكندية المطرية من جمعية هذه الورقنايزيشن لأنها تخدم الجالية المطرية في السيطات والجالية العربية في الشرحام طبعا نحن فمية في كيزين شاركت في مدنوعة من الفقرات الفلسطورية والثراكية المطرية ممكن تجون شرفونا تشوفونا هذه الأشياء طبعا مشاركين أيضا من الفلسطين والأردن والمغرب هذه كالستيج إضافة للعراق من المغنيين العراقيين أيضا مين يكون من المغنيين العراقيين أخو محمد؟ من العراقين أبنى محمد هشام وأبنى وتيم برهان وأبنى من سوريا جورج أبنى من مصر ماجد الظريف وأبنى من سلسطين أنور وهكذا أبنى مجموعة من الفقرات الفنية والتسلية الفنية إضافة إلى بزار يعني فندرز بيعوا بضاعة بيتوقوا على منتجات بيروجوا على شي ثاني مثلا بيزنز من كل الدول يعني حتى من تركيا جاينا أدنا مشاركين من تركيا أدنا من سوريا أدنا من فلسطين أدنا من الأردن العراق طبعا مصر سودان تونس والمغرب كل البندرز حتكونوا موجودين تستمتعون بالشوفين فيه ستاج وفيه كراسي أمينة ممكن تقعد فيه فرجون مثلا يعني فيه أكل فيه حلويات فيه مشروبات فيه شايقه فيه آيس كرين كل شي فيه هذه التجمعات هي تبني هي فكرة شنو أنه تبني نتورك فلاقات بين المجتمع السجاي الضيف على كندا يعتبر كندا محطة لا نقول له لا هاي مش محطة هذي رح يكون بلدك الأصلي صح بلد أنت تركت بلدك لك الأم بس هنا ممكن تكون علاقات ممكن تكون بزنس يعني أنت خارج بلدك ممكن يصر هنا قوة تغسلط ونتنتمج مع المجتمع والبلد الكندي من هذه الانطلاقة ممكن أن تأسس شي ثاني أقوى وهكذا أخي محمد هايكون الفعلية فين بالزبط إن شاء الله رح يكون في طبعا بتحديد المدينة اسمها ويد بريتش في بانكوت هول اسمها تاين كريتش ويد بريتش مش بعيدة عن المستاغة 25 دقيقة عن المستاغة وهي مكان جميل جدا على فكرة شوفوها حلوة المكان والمدينة والقاع هاي نحتاج مساحة وهي البانكوت هول كبيرة نعم ممكن طبعا ادنا شي واحد ايضا سبونسر موجود من عدة شغل من بايل استيت من 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 طبيب ثنون مثلا ادنا مثلا المستصوير ادنا من دي جاي هذا لكلهم سبونسر اضافة الى طبعا انتو هوتر انتو راح تكون الاعلامي الراعي الاعلامي الرسمي للمهرجة احنا دايما يشرفنا نكون معاك وفي كل فعليتك اللي بتعكس حاجات كميلة جدا محمد بتعكس الاصالة بتعكس العراقة مش بس العراقية ولكن انت بتمثل بصراحة جامعة عربية في كل الفعاليات اللي انت بتعملها وكل التحية والتقدير لك اخوي محمد حمودي انا ابناء طبعا شي اخيرا انا ابناء طبعا شي اخيرا انا ابناء طبعا شي حاطري ما حد يقرد فيه لحتى الان ان شاء الله المهرجان في اكبر ان شاء الله نوفمبر بمناسبة مرور عسل سنوات على تأسيز جمعية وهاي الذكرى السنوية العشرة راح يكون مهرجان ومفاجآت عديدة ان شاء الله تكونوا معنا كل التوفيق دايما معاكم ويسعدنا ويشرفنا يكون دايما معاكم حابلنا اشكرك ولاخر مرة نذكر الناس باليوم والتوقيت وكمان العنوان ماي 14 لحد هذا القادم يعني ماي 14 سومنج سندي من 12 بي ام تول 8 بي ام النوان على الفايني كريس ويد بريد ممكن تصلوا على مواقع الهوى تورنتو او مواقع السابتين جروب طبعا مع ادنى شريك بالمهرجان المنظمة دار الفن البغدادي ايضا الاختة لبنان افندي مشاركة هي ومنظمة ايضا من المهرجان المنونة ممكن تدخلوا على مواقعها او مواقع المثلثين او مواقع تورنتو هو تورنتو وتستخدموا التفاقل اكثر احنا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق اهلا بك اصدقائي المستمعين والمشاهدين في كل مكان كان معنا السيد محمد حمودي والذي حدثنا عن الفعالية الرائعة التي تجمع العديد من الفعاليات والمتعة والاصالة تابعونا دائما ونلقاكم هناك هذه تحياتي خالد سلام هاو تورنتو معكم اينما كنتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة